من أكبر اختبارات الحياة المحيرة أني وانا مجروح ومش قادر اللي قدامي كمان يستخدم أسليب غير نظيفة عشان يسليبني حقي بعد اللي حصل كلام ده بيتوجه للرجالة والستات لأن للأسف مش دايما الراجل اللي بيبقى ظالم ولا الست قصص الحياة أكتر من أن تحصى من ست وقت الطلاق دست على الراجل بعلتها أو من راجل وقت الطلاق شفنا واحد تاني ما كناش نعرفه وهنا السؤال المحير هو بيستخدم أسليب لا تليق أسليب قذرة هل من حقي أنا كمان أستخدم نفس الأسليب للحفاظ على حقي؟ الجواب هناك فارق ما بين القوة في الحق والتدني طبعا حافظي أو حافظ على حقك تماما واستخدم كل الأسليب اللي بيسموها مشروعة والجأ للقانون وحافظ على حدود حقك ودل الشريعة والقانون كفرته لك ولكن الشيء اللي لازم تحسم حرتك فيه إنك ما تخسرش نفسك عشان تكسب المعركة دي يا ما ناس كسبت معارك وخرجوا منها مشوهين كم التشوه اللي حصله أكبر من المنافع اللي حصلت من مكسب معركة زي دي أي واحد فينا جوا قدوة اسمها الصورة الذاتية الصورة الذاتية دي إما يكون شخص معين هو نفسه يبقى زيه في الأدب والأخلاء والنجاح معين واحد شخص في حياته عايزة بقى زيه وممكن الصورة الذاتية دي تبقى مجموعة من القيم عايزة بقى في أدب فلان وصدق فلان ونجاح فلان وطيبة قلب فلان وعبادة فلان مجموعة ناس جوايا اسمها صورة الذاتية قدر حبك لنفسك أو كراهيتك لنفسك بقدر قربك أو بعدك من الصورة الذاتية فلو عملت حاجات تتسق كلمة متسق دي كلمة مهمة جدا تتسق تتماشى مع صورتك الذاتية بتنام وانت بالك مرتاح لما تعمل تصرف ممكن يبقى فيه نشوة فيه انتصار معين لكنه لا يتسق مع صورتك الذاتية بتنتصر وممكن عفاك في الأخ برضو ما تنتصرش لكن حتى لو منتصر بترجع بيتك جواك ألم أكنك شوهت بسبب أن أنا ما كنتش أنا في الموقف ده عشان كده احسم حرتك زمان أهلين كانوا يقولوا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم أنت ما تباتش مظلوم بس ما تباتش ظالم يعني ما تباتش وأنت سايب حقك أنت ممكن تكتهد تجيب حقك والتاني يستخدم أسليب فيها قذارة وياخد حقك بالظلم عشان كده ربنا سمى يوم القيامة يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا ويا ما ربنا قال يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لأن فيه ظالم وفيه مظلوم وهنا فيه لفتة في القرآن للراجل والست وهم بينفصلوا إنك خليك مستقيم ولو حيران اللي قدامك بيستخدم أسليب لا تليق ولا لأ خليك أنت الصح وربنا معاك قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بلاش اعتداء وأسليب لا تليق ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسها شوف مع إن الآية تمشي فقد ظلم الطرف الآخر لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم إن الظلم الأكبر إن ربنا ما بقاش معاك أنت كده ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني إيه شاق؟ يعني بقيت أنت في شق وربك في شق بقى مع المظلوم أنت ظلمت نفسك إنك ما بقتش في حزب الله وجنب الله عشان كده لو بتسألوا أنت محتار أعمل إيه؟ احمي نفسك بالقانون احمي نفسك بأسليب تليق لكن لا تلجأ لشيء في قدارة لو حد استخدم الطرف الثاني عشان على الأقل تطلع من الموضوع ده أقل خسائر وتطلع كسبان نفسك وإن شاء الله تكسب الأسف بقت معركة وهو اللي خدت قرار أو هي لكن تطلع مش خسران نفسك ونفسك أغلى عليك من موقف زي ده ترجمة نانسي قنقر